من قليم الحوز ينضم إلينا مراسل الحدث عادل الزباري عادل أهلا بك معنا في أي المناطق متزال فرق الإنقاذ تعمل لمحاولة إيجاد ناجين أو أحياء تحت الإنقاذ وهل فعلا تم إيجاد أحياء خلال الساعات الماضية؟ نعم فرق الإنقاذ تواصل الاشتغال في قرى جبلية نائية في منطقة ثلاثاء يعقوب وأيضا في بلدة إغيل هاتان البلدتان هما المركز الرئيسي الذي تضرر كثيرا بهذه الهزة الزلزالية القوية عدد الناجين من الضحايا الذين عثرت عليهم فرق الإنقاذ الميداني رقميا أصبح رقما كبيرا يفوت بضعف واحد عدد الموتى بمعنى أن العمل الميداني أثمر ثمارا طيبة بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناجين وهذا يعكس المجهود الكبير الذي بذله أولا الأهالي من القرويين الذين اشتغلوا منذ ليلة الزلزال في محاولات لإنقاذ ذويهم وأحبائهم وأيضا مدعومين بفرق الإنقاذ المغربية المدنية والعسكرية ولاحقا لما التحقت فرق سمحت السلطات المغربية لدول صديقة وشقيقة بأن تشتغل معها ميدانيا طبعا عمليات الإنقاذ مستمرة من دون توقف سواء وفق شهود عيانا من هذه المناطق المنكوبة والمعزولة أو وفق إفادات السلطات المغربية عادل هل هناك مناطق مشرطتها فرق الإنقاذ بشكل كامل في إقليم الحوز وانتهت منها؟ نعم هناك مناطق كثيرة تابعناها ميدانيا على الأقل وفق معطيات ومشاهدات ميدانية بالأمس بلدات منكوة والزلزال توقفت فيها دهائيا عمليات الإنقاذ لأن العمليات انتهت لسبب بسيط هو أن السكان أكدوا للسلطات أنه لم يعد هناك لا جثامين ولا عالقين وأيضا استخدمت السلطات للتأكيد والتأكد تكنولوجيا حديثة للكشف شبيهة بالصنار البحري وأيضا استخدمت طائرات الدرون الصغيرة للتحليق ومعرفة هل هناك من إمكانية لوجود ضحايا وفق تقييم خبراء متخصصين يتابعون من غرفة عمليات مركزية موجودة في مدينة مراكش لكن تبقى الإفادات الميدانية للعائلات هي المحدد الأساسي إذن المشهد منقسم إلى ثنين هناك قرى صغيرة نائية بعيدة لا تزال فيها عمليات البحث والتنقيب الميداني وأيضا هناك دور كبير تقوم به الكلاب البوليسية المدربة وهناك مناطق كبيرة جدا وهي الأغلبية انتهت فيها عمليات الإنقاذ عادل القرى البعيدة والنائية هل تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى جميعها أم ما تزال هناك البعض منها ما يزال محاصر؟ جميع المناطق المنكوبة في إقليم الحوز وأيضا في إقليم تارودانت المجاور إقليم الحوز له إقليم مجاور أيضا متضرر اسمه إقليم تارودانت وأيضا بعض البلدات في إقليم ثالث مجاور شيشاوة الفرق الميدانية للإنقاذ وصلت بمعنى أنه لم يعد هناك قرية ولونائية لم تصلها فرق الإنقاذ أيضا هناك بحث ميداني تقوم به السرطات المغربية لمعرفة وإن كان هناك أي منزل ولو بعيد لم تصله سواء المساعدات أو الإعانات أو عمليات البحث ولكن عموما كل القرى المنكوبة بالزلزال وصلت لها فرق الإنقاذ من تم إجلاؤهم على الأقل من إقليم الحوز أين هم الآن وما النوع وحجم المساعدات التي تقدم لهم الآن عادل بالطبيعة الحال الجرحى لا يزالون متواجدين غالبيتهم في المستشفيات التقينا بالأمس ناجين من الجرحى وهم عادوا إلى قراءهم وأصبحوا يبيتون في خيام فيما أصبح يعرف الآن بخيام ومخيمات الناجين على مستوى الناجين الذين لم يصابوا بجرحى بدأت حياتهم تأخذ إيقاعا جديدا هي حياة هذه المخيمات ما بين تفقد ما تبقى من المنازل أو محاورة استخراج ما تبقى من الأثاث والأواني وترتيب حياتهم الجديدة في مخيمات أصبحت متناثرة وبادية العيان في كل المناطق على الأقل وفق ما شهدناه في إقليم الحوز وما وصلنا من المناطق المنكوبة في إقليم تارودانت وإقليم الشيشاوة طبعا السكان يشددون في مناشداتهم ونداءاتهم الإنسانية على ضرورة توفير المزيد من الخيام وهي الآن رغم توافرها إلا أن العدد ميدانيا ليس كافيا إلى الآن المساعدات الإنسانية وصلت خصوصا المساعدات التموينية والغذائية من مختلف أشكالها موجودة يأكفي أن نصف مشهد تراكم قنينات الماء والمواد التموينية والبطانيات في نقاط مختلفة نتحرك ونتفقد المناطق المنكوبة على الطريق وفي كل مرة كأننا في محل بقالة مفتوح في الهواء الطلق يمر الناس يأخذون ما يحتاجونه ثم يواصرون فيما مئات القوافل الإنسانية والتضامنية يعني تسبب زحمة مرور حقيقية واختناقا مروريا في طريق لم تعرف مثل هذه المشاهد من قبل شكرا جزيلا لك حتى الآن من إقليم الحوز مراسل الحدث عادل الزبيري وبالتأكيد سنكون معك خلال تغطيتنا المستمرة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات